هنروح لخبر أيضا له علاقة محلية له علاقة بكرة اليد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتمع مع الدكتور أشف صبحي وزير الشباب ووزيرة الصحة لمنقشة تفاصيل على الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد عقد الدكتور أشف صبحي وزير الشباب الرياضة اجتمع مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة لاستعراض الخطة الوقائية لبطولة العالم لكرة اليد الرجال والمقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير بحضور طبعا الدكتور حسن مصطفى حضر الاجتماع أكيد والمهندس شام نصر رئيس الاتحاد المصري والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وأيضا الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والسادر وأساء اللجان المعنية وعايز أقول لكم من الاجتماع كمان تناول الإجراءات الوقائية والاحترازية كل فرق العالم اللي جاية لا يشغل بالها غير الإجراءات الاحترازية هيتحافظ علينا ازاي الدنيا ازاي فطبعا الاجتماع تناول الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا بالإضافة لإجراءات الخاصة بتقييم المخاطر ورفع الوعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل محلات الاشتباه كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع واستهل وزير الشباب رياضة الاجتماع بالتأكيد على اهتمام البالغ للبطولة من قبل الدولة المصرية وبخاصة فخامة الرئيس فتاح السيسي وحرصه على متابعة كافة الاستعدادات للبطولة وتكليفه للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة طليق بمصر وما كانتها وإشهد الدكتور حسن مصطفى رئيس التحدي الدولي لكورة اليد بالجهود التي تقدمها الحكومة المصرية لتنظيم البطولة لكونها البطولة الأهم في مجال كورة اليد في العالم وأنه على ثقة في قدرة مصر على خروج التنظيم المشرف هو الأكثر روعة بإذن الله الحقيقة البطولة دي مهمة جدا ويعني خلاص احنا قاب قوسين أو أدنى سواء فنيا المنتخب يستعد وزي ما حدثكم عارفين منتخب راح البحرين للعب مباراة أو مبارايتين مع منتخب البحرين ويرجع تاني يعني جاي في ظروف صعبة والدنيا مخنوقة جدا حتى الفرق الأوروبية مش عارفة تعمل مطشاط ودية ولكن احنا كلنا ثقة وزي ما قلنا أن الموضوع ده ساعد بيكون سلاحزوا حدين زي ما حصل زي ما مع فريق الناشئة اللي هيكونوا معنا في النص التاني ويدروا يفوزوا بتوط أفريقيا في الوقت اللي ما كانش حد متوقع ليه